مختار لما نجي نتكلم عليه كان لعيب بقى يعني زي ما نتكلم كده على مصطفى عبدو هو كمان كان من أفضل الهفات وسط مهاجم اللي كان بيلعب في الحتة للشمال دي ومختار برضو نفس الحكاية كان يصنع لعب ومختار كان عنده مروغة الحياة بيعملها ورغم أن المدافع عارف أنه هو هيفوت من بره وكان بيفوت من بره يعني مختار كان دايما يعمل كده ومرايح من بقى أي مدافع في أفريكي مدافع مصري أي مدافع الحقيقة كان بينفذ المهارة دي بإتقان غريب يعني ويبقى كل المداربين اللي قلنا باللعبهم كان يقولوا المدافعين مختارة هيعمل كده ويفوت الناحى التاني وبرضاك نفس الحكاية كان بينفذ المهارة العالية جدا دي طبعا زي ما بنتكلم على مصطفى عبدو في صناعة الأهداف ومختار برضاك نفس الحكاية كان بيصنع برضاك أهداف بشكل جهاز إلا لأنه كان بيوصل للقط الحقيقة بمنتهى السهولة يعني من وسط الملعب يعمل الاختركات بتاعته والدريبل بتاعه يوصل للخط ولما يروح كمان بيقطم عشان يحطها الواحد يجيب جول فمختار إذا كان وهو لعيب منتخب مصر أو هو نجم النادي الأهلي الحقيقة وهو نجم منتخب مصر الحقيقة طبعا من اللعيبة الأفزاز اللي جون في تاريخ الكرة المصرية لكن يمكن هو بعد كده كان فيه إصابة اللي هي يمكن معلومة ومعروفة اللي هي إصابة سعيد الشيشيني الحقيقة اللي هو بطل بيها كرة أعتقد أنه هو ابتد على طول مشواره التدريبي وأنا بعتبره من أنجح المدربين اللي في تاريخ الكرة المصرية موجود لغاية دلوقتي لأنه الحقيقة وأعتبره كمان مظلوم مظلوم بشكل كبير جدا يعني مظلوم في تقييم ومظلوم في أنه هو كان يمسك أماكن كبيرة كان يمسك النادي الأهلي يعني جاله فترات كتيرة جدا مختار كان مهيئ أنه هو يمسك النادي الأهلي وأعتقد أنه هو كان هيعمل إضافة قوية جدا لأداء النادي الأهلي ونتائج النادي الأهلي مختار برضك لما نجي نتكلم فيه مدربين يمكن يعني أقل منه موسك ومنطقة مصر لا مختار كمان كان ممكن يبقى مدير فني منطقة مصر وفي نفس الوقت يبقى مدير فني كبير جدا لكن أنا بعتبره الحقيقة أن من المديرين الفنيين اللي عملوا مع كل الفرق اللي اشتغل معه كل الفرق ما فيش فرقة مختار الحقيقة اشتغل معهم وحقق نتائج مش كويس لا كل الفرقة زي ما هو صنع بترجيت الحقيقة بعد أنا ما اشتغلت فيها سنتين يعني عمل نتائج ما شاء الله وصل لتالت ووصل لرابع دوري وبإمكانيات طبعا أكل من أهل وزمالك فبقول أن مختار فعلا بعتبره مظلوم في مجال التدريب لأنه هو كان ممكن يمسك أماكن كبيرة جدا جدا في مصر بما فيه من ندينا الحبيب النادي الأهل